موسيقى قال الجيش الأمريكي وبعد موجه مدمرة لموقع الهجوم على ناقلات نفط في خليج عمان إن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط لكنها ستدافع عن المصالح الأمريكية بما في ذلك حرية الملاحة وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن المدمرة في طريقها إلى موقع الهجمات التي استهدفت ناقلتين نفط في خليج عمان الخميس هاجمت طائرات إسرائيلية هدفا في قطاع غزة بعد ضربة صاروخية من القطاع وذلك في أول تفجر خطير للعنف عبر الحدود منذ تصاعد القتال الشهر الماضي وقالت الشرطة الإسرائيلية إن صاروخا ثانيا أطلق في المساء وأصاب منزلا في بلدة حدودية إسرائيلية لكنه لم يتسبب في سقوط قتلى أو مصابين أكدت إيران أن الاتهامات الأمريكية التي تحمل طهران مسؤوليات الهجومين الذين استهدف ناقلتين نفط في بحر عمان لا أساس لها متهمة واشنطن بتنفيذ تخريب ديبلوماسي وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع لزعماء منظمة شانجهاي للتعاون وهي تكتل أمني تقوده الصين ويشارك فيه روسيا والهند إن الأفعال الأمريكية تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار في الشرق الأوسط اعتبر وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور كرقاش إن التطورات الأخيرة تستدعي تحرك المجتمع الدولي لصون الأمن والاستقرار في المنطقة مشددا على أن الاعتداء على ناقلات النفط في خليج عمان ومطار أبهى تطور مقلق وأكد الوزير الإماراتي أن الحكم ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون مزيد من التوتر